حليف فرنسا الذي لا يفي بالتزاماته هكذا وصفت صحيفة لوموند الفرنسية مجرم الحرب حفتر حفتر الذي لم يقبل وقف إطلاق النار ورفض التوقيع على محضر اتفاق رعته موسكو وأنقرة واستمرت مدافع ميليشياته في قصف العاصمة طرابلس بعد مؤتمر برلين رغم التعاهدات والضمانات التي قدمتها الأمم المتحدة وبعض الدول لحكومة الوفاق الوطني واليوم تعلن الرئاسة الفرنسية رضوخ حفتر لوقف إطلاق النار وموافقته على الترتبات الأمنية التي أقرت ببرلين وذلك بعد زيارة حفتر غير المعلنة لفرنسا ولقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون ليوموند أشارت إلى أن حفتر لم يعد يحظى بالدعم الروسي على الأرض منذ أن رفض التوقيع على محضر اتفاق وقف إطلاق النار وأن فرنسا تسعى من خلال استراتيجيتها إلى توسيع المسافة بين حفتر وموسكو ورفع الحصار عن المنشآت النفطية والتمسك بحفتر كلاعب رئيسي في الأزمة باعتباره رجلها في ليبيا ويبقى حفتر مترنحا بين رغبات داعميه متنقلا بين عواصمهم وفاقدا لاستقلالية رأيه الخاص ليكون مجرد ممثل لمصالح دول لا ترى في ليبيا إلا كعكة كبيرة يجب اقتسامها ترجمة نانسي قنقر